الارهاب مصطلح جمع الاحلاف سواء كانوا متجانسين ام مختلفين فتصبح مظلة محاربته وهدف انهائه الشغل الشاغل عالميا ليتحول مؤتمر دافوس الاقتصادي الى مؤتمر يتناول اساليب مكافحة الارهاب ويصبح مؤتمر المناخ في باريس منصة لمحاربة ارهاب تنظيم الدولة فيشرع في استثماره بعد ذلك النظام المصري الذي يعيش ازمات عدة فيسعى الى الايحاء بدور له كمنظومة قادرة على التحالف والتعاون مع غيره تطير فايزة ابو النجا مستشارة الامن القومي للرئيس السيسي الى بغداد لتخبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي شفهيا بان مصر المحروس بنظام الانقلاب السيسي تدعم العراق المقسم حصصا وبمقابلتها كذلك سليم لجبوري رئيس مجلس النواب تؤكد له ان مصر وامكاناتها كافة مسخرة للعراق في حربه ضد ارهاب تنظيم الدولة فيما يتناسى السيسي اخفاقاته الامنية الكثيرة في فترة حكمه ليقول قائل فاقد الشيء لا يعطيه لكن في تلك الرسالة وتوقيت وصولها الاقليمي ما يدعو الى التوقف وسط تعقد وتشابك العلاقات الروسية التركية بعد اسقاط الاتراك الطائرة الروسية فيحاول السيسي الاستياد في الماء السياسي العكر فيصطف الى جانب اي عدول لتركيا التي وقفت ضد انقلابه وفي الوقت نفسه يعطي ايحاء لجمهوره انه لاعب اقليمي بعد الفشل في ملفات الاقتصاد والامن والسياسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة